السلام عليكم اليوم سنأخذ موضوع جديد بقراءة الصف الثاني ابتداء اسم المساعدة الاخرين مساعدة الاخرين يتكون من عدة اجزاء اول جزء عند جزء رجل الضرير ثاني جزء اطعام مسكين ثاني جزء خير الناس طبعا هذا كله يتحدث عن المساعدة بين مساعدة الاخرين وشون نساعدهم اول شي رح نبدأ نقرأ اول جزء اللي هو الرجل والضرير شنو رجل الضرير رجل الضرير يعني ما يقدر يباوع او ما يقدر يمشي هاي الضرير اكثر شيء اللي عمى العين ما يقدر يشوف سألت المعلمة تلاميذها من منكم ساعد الناس يا ابنائي نعلم تستفهام من هنا ادات الاستفهام تشوفوا هنا من هي احدى ادوات الاستفهام من منكم ساعد الناس يا ابنائي قال أوسو رأيت رجلا ضريرا يريد عبور الشارع أمسكت بيده وعبرت به الشارع فقال لي شكرا وفرحت قالت المعلمة أحسنت يا أوسو قال الله تعالى هل جزاء الإحساني إلا الإحسان شفتوا شون هاي قصة حلوة وبسيطة ومكتوبة خاتمها بقرآن الكريم اللي هي أحد أسور القرآن الكريم من سورة الرحمة هل جزاء الإحساني إلا الإحسان طبعا جزاء الإحسان إلا الإحسان طبعا إحنا شراح نسوي خير رب العالمين راح يردنا يا بالناس زينين راح نأخذ عليه أجر عظيم راح أرجع آخر قرأ الجزء مرتلخ سألت المعلمة تلاميذها تلاميذها من منكم ساعد الناس يا أبنائي قال أوسو رأيت رجلا رجلا ضريرا يريد عبور الشارع أمسكتو هنا أمسك فعل ماضي مبني على السكون ليش؟ لاتصاله بتاء الفاعل وإحنا خذناها بالدروس السابقة ااتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وإحنا قلنا لكل فعل شي يحتاجنا فاعل سكت بيده وعبرت به الشارع فقال لي شكرا وفرحت شوفوا ليساعد أحد واحد يجي يقول لي شكرا ليس يطير من الفرح يفرح هل يفرح شكرا وفرحت قالت المعلمة أحسنت يا أوسو قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان رح نأخذ الكلمات الجديدة اللي هي أول شي رح نكتب نساعد واحد والآخرين واحد كل كلمة نكتب تلاث مرات نساعد الآخرين الرجل الضرير تلاميذها أبنائي أوس رأيت يريد ضريرا أمسكت بيده أحسنت كاتب لي بالنهاية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا رح نكتب خط رح نحرك هل جزاء الإحساني أريده هذي نكتب خط مثل ما تعلمنا إلا الإحسان إلا الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هاي نكتبها خط نكتبها ثلاث مرات خط نكتبها مثل الجملة هاي الكلمات تنزل بالدفاتر مع كتابة ساعد الآخر وقرائته اللي هي صفحة 113 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته